معدن من اهم المعدن اللي بيحتاجها جسمنا بشكل يومي وبيدخل تقريبا في اكتر من 3000 عملية حيوية بتحصل في جسمنا نقصه ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا ابسطها تنميل الاطراف واختارها عدم انتظام ضربات القلب معدن الماغنيسيوم واعراض نقصه واهم مصادره الطبعية والدوائية ومين اكتر الناس المعرضين لنقص الماغنيسيوم ده اللي هنعرفه في حلقة جديدة من برنامج وقاية اول علامة من علامات نقص الماغنيسيوم هو الاحساس دايما بالتعب من اقل مجهود ده بسبب دور الماغنيسيوم المهم في انتاج جزيئات الطاقة المعروفة بالATP وبالتالي نقص الماغنيسيوم بيقلل من كمية الطاقة اللي بتنتج في جسمنا وبيسبب الاحساس دايما بالتعب التاني علامة على نقص معدن الماغنيسيوم هو الشد العضلي المتكرر وده بيكون واضح اكتر في منطقة عضلات القدم وعضلات الرقبة والسبب ده هو دور الماغنيسيوم المهم جدا في ارتخاء العضلات ونقص الماغنيسيوم بيكون السبب في ترصيب الكالسيوم داخل العضلات وده بيسبب الشد العضل المتكرر العلامة الثالثة هي هشاشة العظام وده بسبب دور الماغنيسيوم المهم جدا برضه في تنظيم مستويات الكالسيوم في كل الجسم وبالتالي نقص الماغنيسيوم بيقلل من ترصيب الكالسيوم في العظام وبيزود من ترصيبه في العضلات علشان كده الناس اللي بتعاني من نقص الماغنيسيوم بيكون عندها دايما انشد عضلي وهشاشة في العظام والعلامة الرابعة على نقص الماغنيسيوم هو الامساك المزمن وده بسبب دور الماغنيسيوم المهم جدا برضه في تنظيم حركة العمعاء وتقليل عصر الهضر والعلامة الخامسة اللي بيعاني منها ناس كتير جدا وخاصة مرضى السكر هو تنميل الاطراف نقص الماغنيسيوم بيزود من ترسيب الكالسيوم في الخلايا وده بيسبب تصلب الشرايين وبيقلل بالتالي من وصول الدم للاطراف اما العلامة الستة في ارتفاع ضغط الدم وده بيكون السبب فيه تصلب الشرايين اللي بيحصل بسبب نقص الماغنيسيوم والعلامة السبع هي سرعة وعدم انتظام ضربات القلب والسبب في كده هو دور الماغنيسيوم المهم جدا في تنظيم كهرباء القلب واتخاء عضلة القلب بشكل طبيعي وبالتالي نقص الماغنسيوم ممكن يسبب سرعة ضربات القلبة وعدم انتظام فيها أما العلامة التمنى فهي عدم انتظام مستوات السكر في الدم والسبب في كده هو دور الماغنسيوم المهم جدا في زيادة حساسية خلايا الجسم للإنسولين وبالتالي نقص الماغنسيوم بيزود من مقاومة خلايا الجسم للإنسولين وبيزود كمان من فرص الإصابة بمرض السكر من النوع التاني العلامة التاسعة هو الخوف والقلق والاكتئاب وده بسبب دول الماغنسيوم المهم برضو في ارتخاء العضلات وحماية العصاب كل الاعراض دي ممكن يكون السبب فيها ناصر معدن للماغنسيوم وعلى الرغم ان اكتر من نص سكان العالم بيعانوا من ناصر الماغنسيوم لكن فيه ناس بتقوموا عراضة بشكل اكبر لظهور الاعراض عليهم والناس دي هم مرضى الجهاز الهضمي زي مرضى القولون العصبي او مرضى جرسومة المعدة او المرضى اللي بيعانوا من قرحة المعدة وكمان مرضى السكر من النوع التاني او الناس اللي في مرحلة مقاومة الانسولين بتظهر عليهم الاعراض دي بشكل اسرع وكمان استخدام بعض انواع الادوية زي مضادات الحيوية ومدرات البول وادوية علاجة الخموضة والمصادر الطبعية للماغنسيوم كتير جدا واهمها الورقيات الخضرة زي السبانخ والجرجير والخاص وجرها من الورقيات الخضرة وكمان اللب الابيض والمكسرات والموز والافوكادو والشمندر او البنجر والاسماك من الحاجات اللي بتحتوي على كميات عالية من الماغنسيوم اما بالنسبة للمكملات وخاصة في حالة ظهور الاعراض ففي انواع كتيرة جدا من المكملات اللي بتحتوي على الماغنسيوم لكن افضلهم هو الماغنسيوم ستريت والماغنسيوم جلاسينيوم والجرعة اليومية المطلوبة هي 450 ميلي جرام يومية دمتم دايما في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته